أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الجمعة أن كل الخيارات ورد لإنهاء تحرك المحتجين على التدابير الصحية لمكافحة كوفيد الذين يقطعون بسياراتهم وشاحنتهم الطرقات بما فيها تلك المؤدية إلى الولايات المتحدة ومنذ أسبوعين يشل متظاهرون يطالبون بالتراجع عن مختلف الإجراءات الصحية لمكافحة كوفيد وسط العاصمة الفيدرالية كما قطعوا بعض الطرقات التجارية الرئيسية بقصد ضرب الاقتصاد والضغط على الحكومة ومنذ الاثنين أغلق هؤلاء البحتجون جسرى أمباسادور الذي يشكل شريانا تجاريا حيويا يربط أونتاريو بمدينة ديترويت الأمريكية ويمر عبره أكثر من 25% من تجارة السلع بين الولايات المتحدة وكندا وأتى تصريح ترودو غدت الدعوة التي وجهتها الولايات المتحدة إلى كندا لاستخدام السلطات الفيدرالية من أجل فتح الطرقات عند الحدود بين البلدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر